افتتح سعدة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام رئيس مهرجان الخليج الرابع عشر للإذاعة والتلفزيون الدورة الرابعة عشر لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون والذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرية وجرفت تحو المهرجان بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعد سيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام وعدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء دول مجلس التعاون لدى مملكة البحرين وحشد كبير من الإعلاميين بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون وضيوف المملكة وقد تفضل معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني وسعد سيد علي بن محمد الرميح وزير شؤون الإعلام رئيس مهرجان الخليج الرابع عشر للإذاعة والتلفزيون ومدير عام المهرجان عبدالله أبو راس بتكريم المكرمين من قبل جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدورهم البارز في دعم أعماله وفي ظل ما تواجهه منطقتنا الخليجية والعربية من تحديات أمنية وتهديدات خارجية تستهدف زعزعة أمننا واستقرارنا وبث الأكاذيب والشائعات تأتي أهمية شعار مهرجان هذا العام تحت عنوان رؤية إعلامية موحدة رؤية تعكس إدراكنا المتزايد لأهمية توحيد الخطاب الإعلامي وتفعيل آليات التعاون الإعلامي المشترك الأخوة والأخوات الحضور الكرام إن التحديات الراهنة بحاجة إلى أدوات إعلامية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام والاتصال والتي تحولت إلى صناعة عالمية ضخمة بينما وسائل الإعلام العربية رغم تطورها وتنوعها لا تزال تثير تساؤلات عديدة حول مدى قررتها على مواكبة التطورات المهنية والتقنية المتسارعة وتحصين مجتمعاتنا من الغزو والفكري والحملات المضادة فبحسب التغرير الأخير لاتحاد إذاعات الدول العربية هناك 1294 قناة فضائية تتحدث العربية أغلبها مملوك للقطاع الخاص بنسبة 87% تمثل الغنوات الشاملة نسبة 25% في حين تأتي الغنوات المتخصصة ثانياً وعلى رأسها الرياضية بنسبة 13% أما الإخبارية فتشكل فقط 5% فيما تمثل الاقتصادية والسياحية أقل من 2% أما تاريخنا تاريخ هذه الأمة فللأسف يأتي أخيراً فالقنوات الوثائقية لا تشكل إلا نسبة 1% أيها الأخوة والأخوات الكرام أن تزايد الاعتماد على شبكة الإنترنت كمصدر للأخبار والمعلومات بنسبة تصل إلى 82% من دولة كالولايات المتحدة الأمريكية يفرض على وسائل الإعلام التقليدية العربية تحدياً آخر في سرعة نشر الأخبار والحقاق والمعلومات بدقة ومصداقية في مواجهة حالة الإنفلات والفوضى التي تشدها كثير من وسائل التواصل الاجتماعي مع توظيف هذه التقنيات في عرض أخبارها وعلينا جميعاً أن نواكب هذه الثورة الهائلة في تقنية المعلومات والاتصالات في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى 3 مليار يمثلون 43% من السكان ولا يخفى عليكم خطورة هذه الوسائل الحديثة في بث الشائعات والإرهاب الإلكتروني والتأثير على الوضع الاقتصادي فالواقع يقول أن تغريدة واحدة لشاب يتابعه مليون شخص قادرة على هز إحدى البورصات العالمية أو العربية والواقع يقول أن وكالات الأنباء العالمية تتسابق الاعتماد صورة أو خبر بثه طفل صغير والواقع يقول أن فيديو مدته 15 ثانية على الإنستغرام أحدث تغييرات في عدد من المؤسسات الحكومية والعربية إذن فبعد أن كان يقال كل مواطن خفير هناك من ينادي كل مواطن إعلامي في موجز هذه العبارة تكمن الحكاية حكاية عنوانها رؤية إعلامية واحدة تعي ما ألقي على كتفها وتقدر حجم المهمة التوعوية التي أسندت إليها في إخراج منتج إعلامي هادف يرتقي لمستوى عقلية المتلق العربي والخليجي على حد سواء أخذة بعين الاعتبار تفادي جملة التحديات التي تزرع في مسيرها ليسهل التغلب عليها عبر إعلام لا تشوب رسالته أي شوائب هو طبعا إذا يناع القديم الهدي طبعا كده بيفرق أمور كثيرة من حياة التكنولوجيا نقلة الخبر تعاطي مع الأحداث اليوم عالم مفتوح يعني بجهاز التلفون راح تعرف الأخبار ما هو شي صعب فإذا راح تكون الشفافية والمعلومة الصحية الدقيقة هذا إذا كان على مستوى المعرفة بدء فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أطلق العنانة أمام ما يزيد على رؤية 300 عمل فني سيقت نحو المشاركة في المسابقات الخمس التي حاكت الإنتاج في مجالي الإذاعة والتلفزيون ومجال الإذاعات الخليجية الخاصة ناهيك عن مسابقتين الأفلام القصيرة والإعلام الإلكتروني لتتنافس نحو حصد الفضة والذهب من الجوائز رجع صدى نجاحاته التي صدحت بين كبرى المهرجانات العربية والعالمية في مجال الإنتاج الإعلامي على اختلاف أنواعه جعل من التواجد الكبير للعديد من الفنانين الخليجيين والعرب أمرا يشهده المهرجان في كل نسخة يحين موعد انطلاقها التلفزيون أسهل على فكرة من السينما أسهل من المسرح المسرح نحن نذهب إليه السينما نحن نذهب إليه ولكن التلفزيون المقدم والممثل والإعلامي هو الذي يذهب إلى البيوت فبالتالي الرسالة تكون أوضح لما يبقى فيه إعلام له رؤية مستقبلية واحدة بالنسبة لكل الدول الخليج وأيضا الدول العربية ده يبقى حدث كبير جدا لأن احنا كلنا بنسعى أن احنا نقصل بإعلامنا أن احنا نعرف العالم كله عدتنا وتقاليدنا وحضرتنا وتاريخنا وقوتنا وأخلاقنا ودنا وطبايعنا ركن التكريم في المهرجان أوضع نفسه بحق رموز إعلاميين ما بخلوا في عطائهم وبان دورهم في مسيرة الإعلام الخليجي شعرت بالسعادة بعد 25 عام من البذر من إسقاء هذه البذور الرسالة الإعلامية رسالة كبيرة رسالة هادفة يجب علينا كإعلاميين خليجيين أن نكون على قدر المسؤولية التي قدمها لنا أصحاب الجلالة ورؤساء كذلك دول مجلس التعاون وأن نكون كذلك عند حسن ظن المتلقي اللي هو المشاهد للكلمة معنى وللرسالة مضمون واضح ولتعابير الوجه معنى وللجسد إماءات خاصة تتكفل بترجمتها لغة توصل ما يراد إيصاله إلى متلق بات من الضروري التعامل معه بحرفية تامة وبات من الضروري أيضا انتقاء ما يناسب رغباته لتلفزيون البحرين محمد الشيدات